هناك تشابه يطرأ على الأحاديث لسببين السبب الأول بسبب الروات يحذفون قسما من الحديث ليس بقصد سيئ وربما بقصد سيئ ما يدريني هناك بسبب الروات يقع حذف لبعض كلمات الحديث أو لجانب مهم من الحديث أو أنهم يقدمون ويؤخرون فيأتي الحديث مرتبكا عملية تحريف قد تكون مقصودة قد تكون ليست مقصودة في الأعم الأغلب لا تكون مقصودة وإنما بسبب ضعف الذاكرة أو بسبب ضعف الفهم أو بسبب النساخ فالنساخ يخطئون يشتبهون في نقل الحديث في بعض الأحيان يلتفتون إلى هذا الاشتباه لكنهم لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم فهم يشتغلون بأجرة هم عمال عند الذين شغلوهم للكتابة فمثلا يشترط عليهم مسؤول العمل من أن يكتبوا من دون خطأ فيقعون في الأخطاء فلأجل أن لا يعيد الكتابة من جديد يمررون أخطاءهم ويكون هذا التحريف تحريفا متعمدا الحكاية فيها تفصيل كثير فهناك تشابه يكون في الأحاديث من جهة النساخ من جهة نقل الرواة قد يكون ذلك التشابه متعمدا وقد لا يكون متعمدا بسبب غفلة بسبب ضعف في الذاكرة بسبب اشتباه من الاشتباهات وهكذا هذا الأمر الأول الذي بسببه يحدث تشابه في الأحاديث فهذا التشابه طارئ وليس من الأصل هذا هو الذي جرى على هذه الرواية ومثل هذا إذا طرأ على الأحاديث في بعض الأحيان نستطيع أن نستكشفه وأن نصلح الخلل أن نصحح الخطأ وهذا ما سأقوم به مع هذه الرواية الشريفة وفي بعض الأحيان لا نستطيع أن نصحح الخطأ أن نصلح الخلل الواقع في الحديث هناك أمر ثاني يسبب التشابه في الحديث هو في منهج الفهم ويشيع فهم في الوسط الشيعي أو في الوسط العلمائي من علماء الشيعة يشيع فهم ليس صحيحا عن الحديث وبسبب هذا الفهم غير الصحيح يقال عن الحديث من أنه حديث متشابه وهذا هو الذي وقع أيضا بخصوص هذا الحديث أضرب لكم مثالا هذا هو الجزء الرابع من بحار المجلس ذكر الحديث في صفحة 166 رقم الحديث 8 نقله عن كتاب التوحيد الموجود في كتاب التوحيد هو نفسه الموجود في الكاف الشريف فالظاهر هو الله تبارك وتعالى حينما تحدث الحديث عن الاسم الظاهر من الحقيقة المحمدية فالظاهر هو الله تبارك وتعالى الذي جاء في بحار الأنوار فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان الرواية ذكرت من أن ثلاثة أسماء قد تجلت من الحقيقة المحمدية بحسب ما جاء في الكافي وبحسب ما جاء في التوحيد ذكر اسم واحد هو الله الاسم الثاني والثالث ليس واضحا وسأقرأ عليكم الرواية في بحار الأنوار جاء هكذا فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان الشيخ المجلسي هكذا شرح الحديث من أن الأسماء الثلاثة الظاهرة من الحقيقة المحمدية قطعا هو تحدث عن هذا الاسم هو وصف الخبر من أنه من متشابهات الأخبار هكذا قال المجلس في صفحة 167 بيان اعلم أن هذا الخبر من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم والسكوت عن تفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى إذن لماذا لم تسكت فدخل في شرحه بشكل مضحك أضحكني ما ذكره الشيخ المجلس مع أنه هكذا قال والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى وبعد ذلك دخل في شرحه الشيخ المجلس عد الأسماء الثلاثة الظاهرة من الحقيقة المحمدية هي الله وتبارك وسبحان وهذا الكلام ليس موجودا في المصادر الأصلية لهذا الحديث والكلام والكلام ليس منسجما ليس مستقيما في الكهف الشريف هكذا ورد في النص فالظاهر هو الله تبارك وتعالى ولم يشر الحديث إلى الإسمين المتبقيين هذه قضية طارئة هناك من ارتبك في نقل الحديث ولا أعتقد أن الكلينية هو الذي ارتبك في نقل الحديث وإنما في من نقل عن الكليني والكلام هو هو في كتاب التوحيد للصدوق فالظاهر هو الله تبارك وتعالى بالضبط كما في كاف الكلين بينما في البحار فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان ثم يبدأ الشيخ المجلس يشرح لنا مضمون هذه الأسماء الثلاثة التي ظهرت وتجلت من الحقيقة المحمدية من هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ويفرع ما يفرع الشيخ المجلسي الاسم الأول الله الاسم الثاني تبارك والاسم الثالث سبحان وآخرون أيضا أخذوا هذا الكلام وفرعوا عليه وأنا وأنا لا أريد أن أناقش المجلسي ولا أناقش غيره ممن أخذ هذا الحديث عن المجلس وتأثر بكلامه وشرحه لا أعبأ بكل هذا الهراء لا شأن لي به فالأحاديث تصبح متشابهتان إما بسبب خلل في نقلها وهذا الخلل في النقل أسبابه كثيرة فهناك خلل في نقلها وروايتها أو أن التشابه يأتي من فهم خاطئ ويشيع هذا الفهم ويتناقل في الوسط العلمي وبسبب هذا الفهم الخاطئ يحكم على الحديث بأنه حديث متشابه نذهب إلى فاصل